أهلا بكم مشاهدين من جديد أيام شهر رمضان المباركة هي الحقيقة أيام كلها طاعات وعبادات ربنا يتقبل منا جميعا صالح الأعمال الحمد لله استمتعنا بالتلت الأول من الشهر الكريم وبدأنا أيام المغفرة فرصة نستفيد من الروحانيات الجميلة للشهر المبارك ونتوقف النهاردة عند أنه من أحب الأعمال في رمضان الدعاء وقراءة الكرآن وأعمال الخير تعالوا نعرف توابها وإزاي بتأتي علينا بالخير والبركات حتى نفوز بالعتق من ميران بنعرف كل التفاصيل من خلال ضيفي فضيلة الشيخ حمادة تنطاوي أحد علماء الأزهر الشريف اللي منهورنا مشرف أهلا بك مولانا وكل عام وأنتم بخير أهلا بحضرتك يا سيد الشام كل عام وحضرتك وأسرة القناة ومصر جميعا بألف خير اللهم أمين يا رب بنقول أوله رحمة أوساته مغفرة وأخير وعيدكم من النار الرابط ما بين التلت تلات من رمضان زحرك ممكن توصفه على المستوى الديني بسم الله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان نفحة ربانية للأمة وربنا سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخيره عدق من النار كفرص يعني اللي عايز الرحمة اللي عايز المغفرة اللي عايز العدق من النار وهذا الشهر الكريم له فضائل كثيرة جدا على سائر الشهور هو أفضل شهر في السنة ليه لنزل القرآن فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فقد نزل أفضل كتاب في أفضل شهر في أفضل ليلة على أفضل مخلوق لأفضل أمة وهذا الشهر الكريم فضله على الحداشر شهر التانيين يا أستاذ الشام كفضل سيدنا يوسف عليه السلام على أخواته الحداشر فإحنا عايزين نكرم مسواه مش عايزين نبيعه بسمن بخص مش عايزين نرميه في الجب عايزين نحسن المعاملة في شهر رمضان من العبادة من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء من قراءة الكرآن من الصدقات من القيام السواب يختلف طبعا إحنا عايزين ننوع العبادات في شهر رمضان شهر رمضان حضرتك لو جيت تتأمل كده في شهر رمضان بتلاقي كل العبادات فيه الصلاة فيه الصوم فيه زكاة الفطر فيه العمر في رمضان بتعدل حجة يبقى دي الحجة هوت عشان كده النسب تقبل عليها نعم يبقى كل العبادات موجودة في شهر رمضان وده من فضل ربنا علينا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لنا فرص لمغفرة الزنوب في رمضان فقال إيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من زنبه إيمانا إننا أؤمن بأن الذي فرض علينا الصيام هو الله احتساب إننا احتسب الجوع والعطش عند ربنا الفرصة التانية من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من زنبه صلاة القيام هتأخذ معنا أي نص ساعة الفرصة التالتة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر لهما تقدم من زنبه عايزين نعمل جدوالة كده يا أستاذ الشام ولسه الفرصة قدامنا لسه الفرصة متاحة وعايزين نحط هدف نصب أعيننا كل واحد من السادة المشاهدين حط هدف في رمضان إيه الهدف ده إن شاء الله في رمضان ده إما أن يغفر لي وإما أن يغفر لي ما فيش حل تاني ليه لأن ربنا بيقول أنا عند أظن عبدي به إن خيرا فخير وإن شرا فشر ونحن نحسن الظن بالله أن يغفر لنا جميعا يا رب الله علشان ربنا جعل شهر رمضان ده أكازيون رباني للي عايز الجنة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أكثر اللي عايز الخير يقبل في رمضان اللي عايز الجنة يقبل في رمضان شهر رمضان ده أستاذ الشام هو شهر القرآن